بسم الله الرحمن الرحيم الصف الأول الإعدادي درس قواعد نحوية الفعل المبني للمعلوم والفعل المبني للمجهول ونائب الفعل عزائي طلبة وطلبات الصف الأول الإعدادي في بداية الدرس نتذكر معا مما تتكون الجملة الفعلية تكون الجملة الفعلية من فعل وفاعل ومفعول به تتكون الجملة الفعلية من فعل وفاعل ومفعول به نقرأ الأمثلة طلب المصريون الحرية طلب المصريون الحرية أكل الطفل الطعام جمع الفلاح المحصولة هنضاحز عزيزي الطلبة في هذه الأمثلة أن الأفعال طلب أكل جمع جاء فاعلهم معلوما فإذا قلت من طلب الحرية فالإجابة هم المصريون من أكل الطعام الطفل من جمع المحصول الفلاح إذن فالأفعال طلب أكل جمع فاعلهم معلوم ومعروف فإذا كان الفاعل معلوم ومعروف أصبح الفاعل مبنيا للمعلوم معنى مبني للمعلوم أي أن فاعله معلوم ومعروف نلاحظ في الأمثلة السابقة قم سبق وذكرنا أن الأفعال طلبة أكلة جمعة فاعلها موجود ومعلوم ولذلك فهي أفعال مبنية للمعلوم أي أن الفعل المبني للمعلوم إذا أردنا أن نضع له تعريف هو فعل وجد وعرف فاعله ننتقل للجزئية الثانية طلبت الحرية أكل الطعام جميع المحصول هنلاحظ هنا أعزائي الطلبة أن هنا الفاعل مجهول لا نعلمه فإذا قلت من طلب الحرية من أكل الطعام من جمع المحصول فلا يوجد فاعل لهذه الأفعال هنا الفاعل مجهول ومحزوف غير موجود بالجملة فإذا كان الفاعل مجهول ومحزوف من الجملة أصبح الفاعل مبني للمجهول أصبح الفاعل مبني للمجهول فنرحظ في الأمثلة السابقة أن الفاعل محزوف ومجهول وفي هذه الحالة تكون الأفعال طلبت أكل جمع أفعال مبنية للمجهول لأن فاعلها قد حذف من الجملة إذا كان الفاعل قد حذف من الجملة فمن يحل محل الفاعل؟ يأتي نائب الفاعل ما هو نائب الفاعل؟ نائب الفاعل اسم ينوب ويحل محل الفاعل في حالة حسفه من الجملة يعني نائب الفاعل كلمة اسم بتأتي بتحل محل الفاعل وتنوب عنه إذا حذف الفاعل من الجملة فلو كما سبق وذكرنا الجملة الفاعلية من فاعل وفاعل ومفعول به فإذا قمنا بحذف الفاعل فإن من ينوب عنه هو المفعول به هنا من ينوب عنه هو المفعول به أي أن المفعول به يتغير اسمه من مفعول به إلى نائب فاعل وتتغير حركته من النصب إلى الرفة فيصبح المفعول به نائب فاعل مرفوع نائب فاعل مرفوع نعيد ما صبق وقلنا مرة ثانية إذا كان الفاعل محزوف من الجملة إذا كان الفاعل محزوف من الجملة وكان الفاعل مبني للمجهول أي أن فاعله مجهول لا نعلم حل المفعول به محل الفاعل وناب عنه وأخذ اسما مختلف عن مفعول به تغير اسمه إلى نائب فاعل وكما غير اسمه فإنه يغير حركته بدلا من مفعول به منصوب بالفتحة يصبح نائب فاعل مرفوع يأخذ نائب فاعل مرفوع يرفع نائب الفاعل يرفع نائب الفاعل بتضم إذا كان مفردا أو جمع تكسير أو جمع مؤنس سالم ويرفع بالألف إذا كان مسنة ويرفع بالو إذا كان جمع مذكر سالم أو إذا كان اسما من الأثناء الخمسة فهو يأخذ حكم الرفع كاملا كيف نحول الجملة من مبني للمعلوم إلى مبني للمجهول كيف نحول الجملة من مبني للمعلوم إلى مبني للمجهول بداية نحن قلنا إن الفعل إذا كان مبنيا للمعلوم كان فاعله موجودا وإذا كان مبنيا للمجهول فإن فاعله مجهول لا نعلم نقرأ المثال كتب محمد الدرسة هنلاحظ هنا أن الفاعل موجود والفاعل والمفعول به جملة فعلية كاملة نبدأ ثلاث خطوات هامة في التحويم من بناء للمعلوم إلى البناء للمجهول ثلاث خطوات الخطوة رقم واحد أن نحزف الفاعل أن نحزف الفاعل خطوة الثانية نغير حركة الفاعل نغير حركة الفاعل الفاعل الماضي الفاعل الماضي إذا كان صحيحا وقد درسنا في النصفة الأول من العام الدراسي أن الفاعل صحيح أو معتل الصحيح هو الذي خلط حروفه من حروف العلة الذي خلط حروفه من حروف العلة والمعتل هو الذي به حرف من حروف العلة فإذا كان الفاعل الماضي صحيح إذا كان الفاعل الماضي صحيح لا يوجد به حرف علة يحدث فيه تغيير أساسي يضم أوله ويكسر ما قبل آخره يضم أوله ويكسر ما قبل آخره الخطوة الأولى أحذف الفاعل الخطوة الثانية إذا كان الفاعل الماضي صحيح أضم أوله وأكثر ما قبل آخره الخطوة الثالثة هو تحويل المفعول به من مفعول به منصوب بالفتحة إلى نائف فاعل مرفوع بالضمة كما سبق وقلنا إذا كان مفردا هو هنا مفرد تصبح الجملة كتب الدرس خطوات تحويل الجملة من المعلوم إلى المجهول احذف الفاعل قم بتغيير الفاعل حركته إذا كان ماضيا صحيحا إذا كان الفاعل ماضي صحيح ضم أوله اكثر ما قبل آخره ضم أوله واكثر ما قبل آخره قم بتحويل الفاعل المفعول به المنصوب إلى نائف فاعل مرفوع المثال الثاني باع الفلاح المحصولة باع الفلاح المحصولة هنجد هنا أن الفاعل أجوف أجوف يعني حرف العلة في وسطه وسطه ألف أو حرف علة إذا كان الفاعل الماضي معتل الوسط أو أجوف تقلب ألفه ياء تقلب الألف هنا ياء ويكثر أوله ويكثر أوله نعيد مرة أخرى إذا كان الفاعل الماضي أجوف أي معتل الوسط تقلب ألفه ياء ويكثر أوله باع باع بيع صام صيم قال قيل صاد صيد إذا كان الفاعل أجوف ماضي أجوف معتل الوسط تقلب ألفه ياء ويكثر أوله ويكثر أوله إذا نقوم بحسف الفاعل كما قلنا غيرنا الفاعل قلبنا ألفه ياء وكثرنا أوله حولت المفعول به المنصوب بالفتحة إلى نائب فاعل مرفوع بالضمة فيصبح الجملة بيع المحصول بيع المحصول إذا أعربنا هنا المحصول هنت تعرب نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعيه الضمة نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعيه الضمة تذكر عزيزي الطالب أن المحصول هنا جاءت نائب فاعل لأن الفاعل بني للمجهول حزف الفاعل فحل وناب عنه المفعول به وأصبح نائب فاعل نائب الفاعل هو اسم يحل محل الفاعل إذا حزف من الجملة ويأخذ حق الرفع ويسبقه فعلا مبنيا للمجهول نائب الفاعل لا يأتي إلا بعد فاعل مبني آخره حول الضيف من المفعول به منصوب الفتحة إلى نائب فاعل مرفوع بالضمة وتصبح الجملة أكريما الضيف أكريما الضيف تقدم القائد الجنود تقدم القائد الجنود قمنا بحفظ الخطوات احزف الفاعل تقدم فاعل ماضي صحيح إذن أضم أوله أكثر ما قبل آخره ثم أحول الجنود من من مفعول به إلى نائب فاعل مرفوع بالضمة تقدم تقدم الجنود اكتشف الرجل الأمر اكتشف الرجل الأمر كما قلنا احزف الفاعل اكتشف فاعل ماضي صحيح ضم أوله يضم أوله ويكسر من قبل آخره فيصبح اكتشف الأمر استخرج المهندس البترول واحد احزف الفاعل استخرج فاعل ماضي صحيح ضم الأول اكتشف الرجل الأمر اكتشف الرجل الأمر تصبح الكلمة استخرج استخرج البترول استخرج البترول عزيز الطالب يجب أن ننبه على شيء هام هو أن التشكيل في تحويل الفاعل من معلوم إلى مجهول هام جدا وشيء أساسي فالمعلم يعرف أنك قد فهمت وقمت بتحويل الفاعل من معلوم إلى مجهول عن طريق تشكيلك للفاعل فهنا التشكيل شيء أساسي وهام كتابة الفاعل دون تشكيل لا تعني أنك قد قمت بتحويله بشكل سليم يجب أن ننبه على أن أساس التحويل تشكيل الفاعل نؤكد مرة أخرى على قعد التحويل الفاعل الماضي من مبني للمعلوم إلى مبني للمجهول ونقول أن الفاعل الماضي الصحيح الفاعل الماضي الصحيح يبنى للمجهول بضم أوله وكسر ما قبل آخره إذا كان الفاعل الماضي أجوف أي معتل الوسط تقلب ألفه ياء ويكسر أوله هذا هو ما يطرق ما يطرق على الفاعل الماضي عند تحويله من مبني للمعلوم إلى مبني للمجهول قبل أن ننتقل إلى تغييرات لا تطرق على الفاعل المضارع نقوم بمراجعة وتلخيص ما سبق وذكرنا في الجزء الأول من الدرس الفاعل المبني للمعلوم هو الفاعل الذي علم فاعله أصبح كان فاعله معلوما وموجود في الجملة الفاعل المبني للمجهول هو من جهل هو الفاعل الذي جهل فاعله هو الفاعل وإذا حزف الفاعل يجب أن ينوب عنه اسم يسمى نائب الفاعل نائب الفاعل هو اسم ينوب ويحل محل الفاعل عند حسفه ويكون مرفوعا دائما في هذه الحالة يأتي المفعول به ليحل محل وينوب عن الفاعل المحزوف ويتحول من مفعول به منصوب بالفتحة إلى نائب فاعل مرفوع بالضم إذا كان مفردا كما سبق وذكرنا أو بالألف إذا كان مثن أو بالوو إذا كان جمع مذكر سالم أو اسما من الأسماء الخمسة في تحويل الفعل من المبني للمعلوم المبني للمجهول نجد أن للفعل الماضي قاعدتين إذا كان الفعل الماضي صحيح إذا كان الفعل الماضي ضم أول كسر ما قبل آخر إذا كان الفعل الماضي معتل الوسط قلبت ألفه وكسر أول وكسر أول نأتي للفعل المضارع